دلوقتي هنتكلم في ثلاث موضوعات زي ما قلت الموضوع الأولاني هو طلب الحقيقة من حضراتكم بعد ما قدمنا حلقات التغذية ناس كتيرة قوي بعتت سألت وقالت أو يعني طلب وقالوا عايزين يا دكتور الأغذية اللي بتساعد على التركيز وفي ناس تانية كتير قالوا عايزين الأغذية اللي بتقوي الزاكرة وطبعا عشان الموسم بقى الدراسة وكده وفي ناس تالت قالت عايزين الأطعمة اللي بتحسن الحالة النفسية عشان كده في الموضوع الأول هنتكلم عن الثلاث حاجات دول دول هيكونوا موضوعنا الأول زي ما قلنا في هذا الجزء الأغذية اللي بتساعد على التركيز سواء للأطفال أو الشباب أو الكبار هي إيه هي الأسماك الزايتية وده مصطلح خاص بالأسماك اللي بتبقى غنية قوي بأحماض الأوميجا الدهنية السلسية زي السلمون والدينيس والتونة وهكذا كل السمك غني بالأوميجا بس يعني دول بالذات في حاجة اسمها الأسماك الزايتية دي بتبقى غنية أكتر يعني إيه تاني من الأغذية اللي بتساعد على التركيز باقي أغذية التركيز هي إيه الشوكولاتة الدكنة اللي هي الدرك الشوكولاتة الغمقة التوت بأنواعه المكسرات ومن بينها الفول السوداني الحبوب الكاملة البيض البروكلي طيب دول الأغذية اللي بتساعدها على التركيز إيه هي بقى الأغذية اللي بتساعدها على تحفيز الزاكرة هي حاجات تانية اه طبعا حاجات تانية ايه هي الخبز بكل انواعه المختلفة التوت برضو والسمك بكل انواعه احنا بتتكلم على اغذية الزاكرة والموز والكرفس والسبانخ والجزر وزيت الزتون والكرومب وزيوت الطبخ النباتية الاخرى زي زيت الدورة مثلا وزيت عباد الشمس وكمان الزيت الحار والبطاطا واللفت دي الاخذية الخاصة بتحفيز او تنشيط الزاكرة اما عن الاخذية المسؤولة عن تحسين الحالة النفسية واعتدال المزاج واحنا كنا اتكلمنا عنها في حلقة سابقة في جزء من حلقة يعني تحت عنوان كيمياء الانفعالات او كيميا الانفعالات الاخذية بقى اللي بتحسن الحالة النفسية هي الاخذية اللي بتحفز افراز مادة اسمها السيريتونين في المخ والاخذية اللي بتحفز افراز مادة اسمها الدوبامين وحمض اميني معروف باسم جابا طيب ايه هي الاخذية اللي بتحفز افراز مادة السيريتونين الموز والبيض والعيش البلدي والمكارونا والاسماك والحليب والطمر اللي هو البلح يعني والفول السوداني والخضار الاخضر والردة والبطاطس المشوية والفراخ واللحمة الاطعامة دي كلها العامل المشترك بينهم انها غنية بحمض اميني اسمه تريبتوفان وكمان غنية اوي بفيتامينات به 6 وبه 12 طيب دي الاخذية اللي بتخلي المخ يفرز مادة اسمها السيريتونين والسيريتونين ده مسؤول عن ان الحالة النفسية بتاعتنا تبقى حلو ايه تاني الاخذية المحفزة على افراز حمض اميني اسمه التيروسين وده التيروسين ده يعني اللي هو المحرك لمادة بقى تانية بسببه بتفرز مادة تانية في المخ اسمه الدوبامين ايه هي الاخذية دي برضو مسؤولة عن ان حالتنا النفسية تبقى حلو الاسماك واللحمة والفراخ والحليب والجبنة والزبادي والمكسرات والتيروسين ده زي ما قلت هو المحفز للمخ لإفراز مادة الدوبامين وزي ما قلت هي دي المادة التانية مع السيريتونين المسؤولة عن الحالة النفسية الحلوة للانسان واخيرا فيتامين به ستة بانواعه المختلفة وتحديدا به ستة وبه اتنشر مهمين جدا لإفراز المادتين دول وإفراز حمض اميني اخر من الجسم اسمه جابة والحمض الاميني ده هو عنصر مهم جدا جدا مضاد للاكتئاب والقلق تمام؟ ده كان اول موضوع في جزئنا الاخير او في القسم التالت من حلقتنا